نأخذ الحالات على التوالي بالتفصيل بدءا من الدقيقة 20 وهي الحالة التي تم من خلالها طرد لاعب الفيحة عن طريق تقنية الفيار وهو طرد صحيح ولماذا طرد صحيح؟ لأن اللاعب هنا استخدم قوة مفرطة على المنافس وش معنى الكلام هذا؟ أن اللاعب تجاوز الاستخدام الضروري للقوة في قطع الكرة هذه الكرة لا تقطع بالشكل هذا الطرد على لاعب الفيحة صحيح ولكن أيضا يجب أن يكون هناك قراءة للعبة أفضل كلا اللاعبين كانوا يمارسون نفس الفعل لكن لاعب الفيحة واصل على امتداد رجلة ولاعب الاتحاد يعني حاول يسحب رجلة إلى الخلف كان أيضا يجب أن ينذر لاعب الاتحاد نتيجة التهور في هذه الحالة لأن كلا اللاعبين يمارسان نفس الدور لكن لاعب الفيحة وقع في المحظور بامتداد الرجل واستخدام بزاز الحذاء الطرد صحيح ولكن يجب أن ينذر حال نذهب إلى حالة أخرى وهي حالة سقوط في الدقيقة 30 للاعب الاتحاد لاعب الاتحاد هو من تراجع إلى الخلف وسقط على أقدام لاعبي الفيحة والتلامس هذا؟ هو من رجع لهم أنا واقف مكاني لا أقدر أحمل كرة أرجع عشان أحمل كرة أنا؟ الكرة الأمامي لي هذا اختلال توازن من اللاعب لا يوجد تصادم لا 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 يوجد تلامس الموجود أبو وليد لكن أنت من جيتني شوف هنا اللاعب السواء هنا هاي؟ هاي الآن تلامس هذا اللي هنا اختل توازنه ورجعها لللاعبين ليس اللاعبين الذين ذهبوا له وهذا طبيعي وقت سقوط اللاعب لا يوجد فيه أي خطأ شوف اللاعب كيف هو من تراجع إلى خلف أبو الوليد الحكم قريب وسمح بالاستمرار نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 39 وهي طبعا الغاء هدف صحيح لنادي الاتحاد لحظة لحظة إيش؟ هذا اللي لغاه خاطئ وراح نبين لي خاطئ صحيح الرمانيريو في منشأ اللعبة متسلل ولكن وصلته الكرة عن طريق لعب متعمد من اللاعب الفيحة وش المقصود في اللعب المتعمد؟ اللاعب عنده امكانية عنده سيطرة لم يكن عنده تطاول للكرة يعني قفز والكرة ما تمكن منها كل عوامل التمكن موجودة هنا الحكام الفار حاولوا يصحفون قرار المساعد والحكم ولكن للأسف الحكم أصر على قراره وهدف ألغي بقرار خاطئ من المساعد والحام نشوف هنا اللاعب ببو الوليد هنا متمكن ولعبها بأريحية لهي عالية ما فيها اختلال توازن اللاعب كان مواجه للكرة كان يجب أن يحسب هذا الهدف وهو إلغاء غير صحيح من حكام المباراة قبل أن أتكمل الحالات أنا قاعد أرى التقنية حقية كاس العالم موجودة يعني يمكن يختلف الناقل أنا أعتقد ببو الوليد ناقل نفسه نفس الناقل طيب ما أدري ظهرنا في كاس السوبر الأسباني والإيطالي إن شاء الله تستمر يعني أنا سعيد أنها موجودة يعني يشكرون عليها ما أدري والله ظهورها عدم ظهورها في الدوري ما أدري وش السبب إن شاء الله تكون موجود طيب هو دحيلنا رومارينيو ما استفاد من موقعه هو في ساعة ومرجعها المدافع لو ما استفاد من عكبتن عبد الله ممتاز السؤال جميل أستفد لو أنها جتني من غير تمكن من المدافع لكن المدافع هنا كأنه لعبها لي بتعمد ابو نوران هو لعبها لي أنا ما أحاسب على التسلل لأن الكرة إذا جتني من منافس متعمد لا أعاقد يعني كأن المدافع رجحها من النص الرمانينيو كذا شوف لعبها بطريقة صحيحة وتمكن نذهب إلى حالة أخرى وهي حالة احتساب ركل الجزاء غير صحيحة لنادي الاتحاد لاعب حارس الفيحة لم يرتكب أي مخالفة نشوف الزاوية الخلفية أنه حمد الله من ذهب بقدمه إلى الحارس نشوف هنا كان في اتجاه مختلف ووضع رجلة في الحارس عن طريق تغيير المسار نشوف هنا فتح رجلة جهة الحارس عشان يصطدم فيه ونجح ولكن للأسف هذا الأمر مشه على الحكام كان يجب أن يتم مراجعة الحالة نشوف هنا هنا الحارس أنتهى دوره أبو الوليد يعني لم يرتكب مخالفة بينما اللاعب هو ما لا يوجد ركل الجزاء طيب ليش ما أعطى كرت أصفر المين للحارس ما كان يستحق عليها كرت أصفر قلت لك هو القرار في مجملة لم يكن الحكم لديه قناعة فيه لذلك ذهب إلى ركلة الجزاء ولا كان المفروض يعني يعطيه كرت أصفر لأنها منع فرصة محققة لو كانت بلنتي نذهب إلى حالة أخرى طبعا وهي حالة يعني اصطدام ما بين حارس المرمى ولاعب الاتحاد الحالة كالتالي قطع للكرة من رمانيريو ومن ثم قطع من الحارس ستوضع معنا من الزاوية العكسية هنا رمانينيو أخذ الكرة ثم الحارس قام بقطع الكرة بيده هنا بعد الكرة هذا ما تلاهي اصطدام عادي الحكم كان يجب الله يحتسب خطأ على رمانينيو فقط يوقف اسمه رمانينيو الاهر الاهر انا بنق الكرسي انا بنق الكرسي انا اجي اسمع هو روما روما ابو نوران هو الغلطة حادري انا حادري هو بالعالي هو ما قاعد يمتقى صح ويطلع انه بالعالي نشوف هنا كان المفترض الحكم فقط يوقف النعب لإلاج الحارس ويستانف النعب بإسقاط الكرة نذهب الى حالة اخرى وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي الاتحاد لم يكن فيه اي خطأ مرتكب من لاعب الاتحاد الذي قام بتسجيل الهدف ولم يكن هناك اي مبرر لمراجعة الحالة لانه كانت حالة صريحة كان يجب على حكام الفار ان يؤكدوا صحة الهدف هنا الحارس ذهب باتجاه خاطئ والكرة ذهبت الى حارس ما كان فيه شد بين الحمد الله والمدافع والمدافع كان هناك نفس الفعل شوف هنا نوقف نشوف يد لاعب الفيحة في صدر لاعب الاتحاد هذه حالة تنافسية لكن المهم ان الحارس لم يرتكب عليها اي خطأ المراجعة في هذه الحالة لم يكن لها اي مبرر من حكم الساعة ولا من حكام الفار كان المفروض يؤكدوا له ان الهدف صحيح ويكتفي في احتساب ذلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة